موسيقى يمكن واحد طول عمره في كفر وفي معصية لكنه قبل أن يموت يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة وبعد ذلك يموت وهذا يكون من أهل الجنة بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وآله من الأنصار أسلموا في العام الأول من الهجرة أو قبل العام الأول واستشهدوا في معركة بادر يعني سنتيان هو رجل كبير السنة سبعين سنة ثمانين سنة عمره قضاه في الشرك لكن ثلاث سنوات سنتيان آخر عمره آمن واستشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ووصل إلى الدرجة الرفيعة وبالعكس يوجد ناس قضى عمره في الطاعة لكن في مفصل تزل قدمه بسوء اختياره فيكفر ويموت كافرا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك في بعض التفاسير مذكور قصة هذه الآية أن عابدا في بني إسرائيل طول حياتك كان يعبد الله سبحانه وتعالى ثم زل زلة أتبعتها زلة أخرى وافتضح أمره وصلب في لحظة الصلب جاء الشيطان في لحظة قبل احتضاره قبل موته قال له أسجد لي وأنا أنقذك قال كيف أسجد لك وأنا مصلوب قال أومأ بعينيك أو بعينك الإيماء فأومأ بعينه ساجدا للشيطان بعد سجوده للشيطان حانت منيته ومات وشيطان تبرأ منه الله سبحانه وتعالى يعلم من الأزل أن هذا سعيد يمكن هذا الإنسان سنوات طويلة في كفر ومعصية لكن قبل ما يموت يوفق للتوبة ويسعد طبعا توفيق للتوبة وسعادته أيضا ليس بدون سبب هناك أسباب بحسن اختيار هذا الإنسان لعل هذا الإنسان الكافر العاصي عمل عملا من عمل الخير الله سبحانه وتعالى نظر إليه بنظرة رحيمة بسبب عمله الخيري ويوجد إنسان طول عمره قضاها في الإيمان قضاها في الإيمان سنوات عمره قضاها بالإيمان والطاعة لكن في مفصل من مفاصل الحياة ينحرف وأيضا هذا إنحرافه بسبب سوء اختياره لعله عمل عملا سبب أن الله سبحانه وتعالى يسلب التوفيق منه ويموت وهو كافر الإمام الصادق يقول يسلك بالسعيد في طريق الأشقياء السعيد يعني الذي يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا سعيد ولذا خلقه من طينة عليين ولذا قدر له السعادة تشوف الشيطان يسلك بهذا الإنسان في طريق الأشقياء حتى يقول الناس ما أشبهه ما أشبهه بهم هذا الشبيه بالأشقياء بل هو منهم أصلا من الأشقياء ثم يتداركه السعادة يسعت وقد يسلك بالشقي في طريق السعداء الله سبحانه وتعالى يسحب هذا الإنسان في طريق السعداء بل كي يحتدي يستمر في الهداية حتى يقول الناس ما أشبهه بهم بل هو منهم ثم يتداركه الشقاء الشقاء مثل بلعام بن بعورة ولو شئنا لرفعناه بها لكنه أخلد إلى الأرض بسوء اختياره الله آتاه آياته لكن بسوء اختياره أراد أن يستفيد من تلك الآيات من الإسم الأعظم لمحاربة موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يستفيد من آيات الله لمحاربة نبي الله فلذا الله سبحانه وتعالى سلبه تلك الآيات فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر